قال موقع المهريانات إنه بعد مرور عام على الانطلاق الفعلي لهجمات الحوثيين على السفن سناداً لغزة طورت جماعة الحوثي من قدراتها العسكرية ومسار استهدافها لمواقع في الداخل الإسرائيلي أو السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ينقل الموقع عن خبراء عسكريين قولهم إن التغيير في مسار العمليات العسكرية كان واضحاً جداً في الأهداف ووسائل التهديد والتكتيكات لدى جماعة الحوثي وقد وصلت هجماتهم إلى غربي المحيط الهندي وبحر العرب المحللون أوضحوا أن وسائل تهديد الجماعة تطورت إلى الغواصات الصغيرة والزوارق غير المأهولة واتخذت هجماتها طابعاً مرحلياً كل مرحلة مختلفة عن الأخرى أما فيما يتعلق بتراجع الحوثيين عن هجماتهم فيقول المحللون إن التراجع عن الهجمات مرتبط بالحرب في غزة ولبنان وربما إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر